موسيقى باليوم العالمي للحوار بنختم حواراتنا من يوم جديد مع خبيرة التكنولوجيا مايا خويري ومع منعرف اكتر عن منصات التواصل اداة بتخزن معلومات خاصة فينا اداة بتجمع الداتا تبعنا ولا مين بتوديهم او وين بيروحوا اداة نحن محميين اداة نحن مكشوفين قد ما كنا عاملين السيكيور تبعنا نحن عرضة للاختراق اهلا بنعرف اكتر من مايا صباح الخير مايا اهلا وسهلا فيك اليوم غيرنا لك شوي الاعداد كمان نتجدد ونخلق مساحة جديدة من الحوار معك اول شيء قدي بالحوار مايا قادرين نبني معرفة ثقافة توعية نبني مجتمع نبني جيل جديد اليوم عايش التكنولوجيا بكل تفاصيله هلا بما انه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للحوار اكيد عنا الحوار الالكتروني اليوم الظاهرة الرقمية الجديدة وبالتالي نحن كنا خصصنا حلق ماضي اذا بتتذكر الي عن السمعة الرقمية نبني حوار الكتروني بالناء او الحوار على الانترنت كيف نحن منتحاور باحديثنا من شخص لشخص ومطلوب كمانا نحافظ على سمعتنا والمواطنة الرقمية تبعنا نبتدي بالحوار وبأداء بالحوار يعني وقت اللي منكتب كومنت للاخر على الانترنت يكون بتحفظ نحترمين اراء الاخرين للأسف بعدنا ما كتير مقدرين نحصر هيدا الموضوع صحيح خاصة انه نعتبر نحنا ورا شاشة ما عم بيشوفنا الشخص الاخر يعني نحنا مخولين انه نبدأ اراءنا بالطريقة اللي نحنا منلاقيها مناسبة بس بالفعل نحنا لقينا مؤخرا في كتير اشخاص اتخذ بحقهم اذا بدك اشيه هيك احترازية ايام يمكن من بوظائف معينة شايفوا ابداء اراء معينة ما بتنسبون قدموا على انه يطردوا موظفين مثلا هوني بنا نحكي عن حرية ابداء الاراء باي طريقة عم نبدأ اراءنا الحوار البناء مثل ما ذكرنا بس كمانا بدنا ننوه اذا بدك ونشيد بانه في عنا اليوم طبعين من الاشخاص في الانتروفرت والاكسروفرت وخاصة بعد جائحة كورونا تبين ادي يعني وقت اللي صار فيها ريموت لرنينج تبين ادي فيه اشخاص تجاوبوا اكتر مع الحوار مع الاسادسة ريموت لي لانه كان عندهم مشكلة من الاشخاص قدر بيكونوا عم يتشاركوا اراءوا وابداء معلوماتهم تجاه يمكن اصحابهم بالصف يكونوا بيستحوا فيه اشخاص كتير قدروا يليه وما ليس لقلهم وابدعوا صحيح استفادوا صح من خلال جلوسهم خلف الجهاز صح كان عندهم حرية اكتر وثقة بالنفس اكتر وعبروا بحرية وخاصة بالدراسة يعني هالشي هيدا الشي اللي اخذناه كمانا ايجابة من الريموت لرنينج بس كمانا بالطالع يعني دايما في عنا فور ايكون صحيح يعني كمانا نعمل هيدا البلانس انه نعطي كل وقت حكمه ودايما هي الحوارات اللايب والمباشرة اكتر يعني نبرة الصوت بتلعب دور نظرات العيون حركات الجسد بتلعب دور النفس بيلعب دور اذا كنا عم نسأل ولا كنا عم نطلق سؤال او عم نسمع الجواب فهيدا كله بيبني وبيخلينا ناخد الصورة واضحة اكتر اليوم حتى نوضح الصورة حول المنصات التواصل الاجتماعي اداي بتخزن معلومات اداي بتجمع داتا لقلنا من خلال كل البلاتفورز الموجودة يعني ما حدا محمي كليا صح يلا رح نفند هيك الحلقة على عدة قطر اول شي عم نحكي كل سوشيال ميديا بلاتفورز عندك واتساب عندك جوجل عندك تويتر عندك فيسبوك وانستغرام متا وعنا تيكتوك رح نرجع نعرض شوية صور نحنا اول ما منفوت على اي تطبيق بتفوت عتبر على الابل ستور يما البلاي ستور عم ننزل التطبيق وقتل منكبس على التطبيق بحد ذاته بيطلع لنا لائحة بكل شي في داتا كولكتد من هيدا المنصة رح نعطي امثلة نحنا منقول حضرتك الي فتحت اكاونت عتبر على انستغرام يما على فيسبوك رح نبلش بالمتا بس كمان تيكتوك بعد في عندك كتير من المعلومات اللي عم من شركة وعم بتخزنها حتى نحنا مش فتحينا التطبيق كل المنصات بيشتغلوا بهذه الطريقة نحنا منقول فتحنا هيدا الاكاونت دخلنا اسمنا رقم تليفوننا نحنا بلشنا هلا بالتيكتوك اه اوكي هنه زيتهم رح نرجع نشوفهم لانه زيت الداتا بتمتخزينها فتحنا هيدا الاكاونت لاننا عادة بتدخل المعلومات اللي مطلوبة منك يعني انت بتربط يا اما برقم تليفونك يا اما بايميلك الاكاونت اللي عم تخلق ومشينيك دايما منقول اوه عايكون زيت الباسورد متل ايميلكون طبعا غير لانه عم تفوت ايميالنا بيصير في اكسس كمان على الباسورد طبعا اذا حطينا الباسورد المستخدمينه على ايميالنا هوني عم بيفوتوا الاول شي على بروفايلك المنصة اخدت كل شي معلومات انت دخلتها عملت اكساب قريت الترمز اند كوندشنز عملت اكساب تاليون كلن دخلت المعلومات تبعك رعم هاتفك وين انت موجود شو الهوية تبعك بشو انت يمكن اذا تنتبه حتى بقتل منخلق على فيسبوك اكاونت لانه بحطوا شو الاهتمامات ايا فلومة بتحضر صحيح مية بالمية شو الرياضة اللي بتمارسها كلها التفاصيل نحنا عم ندخلها هو لي نحنا دخلناها باردتنا بس في قصص نحنا وفقنا عليها ملنا منتبهين انه هي لو يمكن عرفينا ما كنا حطينا كمان مع انه ما عنا غير خيار لا تقدر تكون عندك اكاونت مجبوري ان نعمل هيدا الشي في شي اسمه فومو او اذا بدك فير اوف ميسينج اوت يعني انت رح تردخل هيدول الروز اللي محتوتين انت انت ما تكون من انك تمارس اذا بدك هالنشاط الجديد اللي موجود على السوشال ميديا طالما عطيتي مثلا ان فتحت انستغرام انا عن جد وانت فتحت يقولولي مثلا ارتيكل طويل عريب ما اللي جدي تحط اكسابت نقول ناكس 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 يلا كونتونيو كونتونيو اوكي تفتت على القصة هلأ شو فصار ما بعرف احني مش ما حمي ما بعرف هلأ هي ما رح نحكي حماية اليوم هي مانا اختراق ما رح نتوسع بعمليات الاختراق رح نتوسع هالبيك داتا كومبانيز اللي نحنا عم من شركة هالكمل هائل من المعلومات شو بتعمل فيهن وشو الاسباب لهي بتجمعن غير اللي نحنا دخلناهم اللي لنا تنخلق ايضا الاكاونت مجبورين ندخل هالمعلومات عندهم اكسس على كل الكونتاكس تبعنا انت بتعمل سينك طبعا زفتت على الانستغرام تعمل سينك كونتاكس ليجيك البروفيليت تبعون وتطلب منهم يعملوا لك فولو انت تعملون فولو نفس الشي على فيسبوك نفس الشي على تيك توك وغير بلاتفون حصلوا على كل الكونتاكس تبعك على الداتا تبعك كل شي ريليتد للهلس تبعنا الفتنس تبعنا مخزنة عندهم الكل لوجس يعني الاتصالات الهاتفية موجودين يعني نحنا على الليحة يحية هاي دي الليحة موجودة بس تفوتوا على جوجل بلاي يعني ميسجز فوتوز وفيديو ايه 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 كونتاكس الويب براوزي هلأ رح نشرح عن الويب براوزي الفوتوز بالفيديو بالاودج اللي نحنا على الكاميرا رول عم نطلعهم على التطبيق او عم نصورهم دخل التطبيق بيقدروا يعرفوا وين ما اتخذت هاي دي الصورة باللوكيشن اي وقت اتخذت هاي دي الصورة هولي كمان معلومات اضافية وابراوزي اجيدي رح نفوت فيها الكونتاكس دي جا زكرناها على فيسبوك بعد بيقدر يحصل على الكل الكلوكس طبعك الاسم اس الايميل نحنا موافقين عليها عم بيدخلوا على كل هالتفاصيل نحنا وخلاق نحنا وفتحين الابليكيشن او نحنا مش فتحينها شو يعني لو نطفى اللوكيشن ساتينج هني بيعرفوا اللوكيشن طبعك من الائي بي ادرس بيعرفوا نير باي لوكيشنز انت وين هلأ متواجد كلهم دك تعتبر حالك انت اليوم شخص للمبيعات يعني نحنا ليه عم نفوت بهالتطبيقات المجنية دايما نعم نجمع كل هالجورني اليوزور جورني طبعنا عبر هايدي التطبيقات لانه نحنا مستقصدين من قبل الادفرطايزر في غيات اخرى غير انه بيبيع هي ما بيبيعوا الادفرطايزر تصليح الكلمة الاداتا بتتجمع عنها يعني الاداتا مينيج وان او وان اذا بدك اي شركة ما بهم ما تعرف مين التارجت اودينس طبعا وقتل بيتفصلوا انا عايشي بهال منطقة السكنية حدي فيه كوفي شوك مثلا هيدا الكوفي شوك بده كل النير باي الاشخاص السكنين هوني وبالتالي هيدا البلاتفورمز عم بتصنفنا لهيدول الماركتيرز او الادفرطايزر فيه اسباب تانية الميتا داتا مثلا بتجمع هيدا الداتا لحتالي كمانا تصبت البروداكت اللي بتبيعهم البروداكت السنة فيها تكون ماركت بلايس في عندك الانستغرام الريلز بطلعوا أوتجو بطلعوا الفيديو صوتوا صورة هيدا الداتا كمانا عم بيقدروا يصنفونا لا يعرفوا كيف بدون يغزوا هيدا البروداكت طبعهم الميتا داتا كلها عم تشتغل لتصنف البروداكت طبعه طبعهم تا يقدر يكونوا مور انجيجين كاليوزرز هلا فيه يعرف شو هي الدفايس اللي نحنا بحاوزتنا سامسونج اي رقم سامسونج اذا اندرويد يا ما ابل شو عم تستخدم فيه يعرف الديبيس اللي حتى بزيت البيت طلعين من فرد اي بي ادرس يعني شو فيه معهم ديبيس كمانا الاهل الاولاد كله كمانا مخزن الفاميليا كله وليقى لتلوم طفى الروكيشن ساتينجز هلا رح نسأل نحنا شو فينا نعمل لحتى لما نشارك هالداتا لو طفىنا اللوكيشن ساتينجز من الاي بي ممكن يعرفونا هلا الاكتر من هيك الثورد بارتيز اللي دايما نحكي عنهم اللي هنال ادفورتايزرز وبالكوكيز بالحلقة الماضي حكينا عن الثورد بارتيز اليوم نحنا متل ما ذكرت لي عم نفوت على هالمنصات لي عم بياخدوا هالكم الهائل من الداتا طبعنا لانه نحنا مستهلكين لالون وكبياناتنا هي نحنا نصنف هن كل الرادمون المادة المنصات بتاخدوا من الادفورتايزر معروف هيدا الشي لأما عنا اشتراكات نحنا مندفعه بقى هون كل شيء اعلان بيصير على المادة على تيك توك او على غيرها من المنصات عندك رابط شوب ناو بتاخدك على ويبسايت صح؟ كل الجورني اللي نحنا عم نعمل على هيدا الويبسايت كمان عم تتخزن هيدا المعلومات عندهم يعني اي خطوة عم تخطيها انت بالعالم الرقمي موصولي او غير موصولي على التطبيقات هن عندهم خبرة حتى وقت اللي نحنا منفوت مننزل لعبة بقلولك game يمكن او اي تطبيق اخر ومنوصله بفيسبوك يعني بدك تعمل login او sign up من فيسبوك يما بدك تدخل ايميل نحنا منستهينا منقول من فيسبوك كمان كل هيدا الدياتة جمعت عند المادة او غير تطبيق عم سمي فيسبوك هيدولي الدياتة اللي نحنا عم نعطيونيهن وهني عم بيستخدمون هلا اللي صار انه 79% بدك تعتبر من مستخدمين الانستغرام عندن داتة يعني اكتر داتة كولكتد من هاليوزرز هي على الانستغرام 79% من الداتة مش من اليوزرز من الداتة انستغرام بيجمعها 57% فيسبوك بيجمعها بس تنرجع نذكر اول خطوة اللي نحنا فوتنا هون المعلومات اللي نحنا فوتناها عن نفسنا وقت اللي فتحنا هالاكاون هن بروتاكتد بالبريباسي اكت 1988 يعني اكيد هن في عليهم legislation وبالتالي هن تحت حماية تتذكر كمان مرة حكينا جي دي بي آر وبيانات المستخدمين كيفينا كيفيه بتحفظ لنا انه ما عم تتوزع للأسف بالألفان وعشرة اذا منذكر كمان وقت انتخابات الامريكانية 2016 بالألفان وعشرة صار فيه تطبيق اسمه This is your digital life جمعت بيانات يعني عملت متل سورفيز وعبر فيسبوك قدرت تجمع بيانات نحنا ما كانوا عارفين اليوزرز 87 مليون يوزر لفيسبوك اتخذت بياناتهم من دون ديريت ويعني صار فيه اذا بدك data breach ورجع شخص من الشركة طلع وخبر بالألفان وثمانتاش انه هيدا الشي تم لك من اي سنة هي اسمه Cambridge Analytica scandal بوقتها تتخبر كيف كان فيه انتهاكات للداتا وتتذكر مارك زوكوبرغ كمان تحكم ودفعه فيسبوك خمسة بليونز لانه صار فيه هيدا data breach نحنا اليوم بهالعالم الرقمي وهالكم من المختار كان دايما منرجع من نبه انه بيصير فيه security breaches لأكبر الشركات منشان هيك فيه دايما security officers فيه اللي حكينا عنهم قبل ethical hackers نحنا سميناهم او اللي هني مو عن يعني دايما بيتابعوا اذا صار فيه بوكس او صار فيه شي اختراقات لشركات كبرى مننا big tech companies اللي نحنا عم نحكي عنا اليوم من هيك نحنا منطمن انه عطينا يمكن ال data الى حد ما لشركات موسوء فيها بس ال data وين شو بيصير فيها شو بنعمل اذا نحنا ما بدنا انه نتشاركة بدنا نسكر الاكاونتات طبعنا واللي هي لنا فيه fear of missing out اللي هي فومو اغلبية العالم بتعيني منا ما رح نقوم بهيدا الشي البديل فيه شي اسمه facebook of activity هو على facebook طبعا كمان حكي عنه قبل بمرة فينا نطفي اللي نحنا مسلا كل اللي عم خبرهم موجودين بس نفوت على privacy طبعنا على المنصات كله فينا نحنا خطوة خطوة نقرأ ونشوف شو بدنا نطفي شو بدنا نعمل اكسر حتى نحنا وقتل نفتح كمان اكاونت سألنا فيك تعملها يسلك باي اسم اس نوتيفيكيشن بالزمانات كنا اغلبنا يسلنا حياة نوتيفيكيشن بعد كتير بعرفهم رابطينا باي اسم اس مسلا هيدا دقري وقفوة خليها حتى اليميل نوتيفيكيشن انا ممني معي يعني اذا فينا نطفي كل هالساتينج ما يعودوا كمانا موجودين احلى لقلنا كيوزر كيوزر اكسبرينس اللي فينا نعملو بالفيسبوك نمنع الترابط بين كل التطبيقات اللي نحنا عم نشتغل مع المنصات الاخرى رابطينا سوى من العاب او تطبيقات اخرى فينا نمنع ايضا انه يصلنا اعلانات معينة بس نفوت على اد بريفرنس كمانا بالاعلانات بتعرف حالك في شي اسمه هايد اد في هايد اد انه ما بدك ما اهتمت فيه كمان هني بيصنفوا انه انت هيدا منك تارجت طبع هيدا الاعلان بيشيلك عن هيدا هلا اللي فينا كمانا غير الهايد بس نفوت على الاد بتشوف حالك انت تارجت من قبل مين ايا صاحب شركة او صاحب اعلان مستهدفك لانه انت لقوا انه الانترست طبعك هي اهتمام بمكان معين بمكان بهواية معينة كيف بيصنفوك كل شي بتعمله مخزن يعني الكليك اللي بتكبس على هيدا الاعلان اللي شفته او صورة حدا عاملها شار مخزن اللي انت بتعمله شار عن اسس بتشوفها يمكن مخزن يعني حتى البوستات تابعنا العلاقة بيخدوها مع الاعتبار كل شي صورتيات تابعنا كل شي اللي منكون فيه بروغراماتنا الحياتية اليومية سياحة بحر ما بعرف شو حكينا انه حتى الكولز مخزن يعني ما عم خوف انه رح يصير بس كل شي انت يعني عم تعتبر هيدا تراكينج انت على كل خطوة عم تخطيع اف التطبيق يما بالتطبيق طيب درولة تكون داخل التطبيق سؤال بس مايا عم تقولي انه بالفيسبوك فينا نعمل هيدا الشي طيب انه انا الاكاونت اللي عندي يعني اذا بنزل بوست على انستغرام بعمل شار ديريكت على الفيسبوك انستا بيجمع داتا اكتر من فيسبوك 79% بيجمع فيسبوك 57% كله كله مربوط ببعضه ما هي واتساب للمتاقية بس اصلي اذا عملت حماية انا فيسبوك انه انستا بعده فالت اوكي الحماية هي منها حماية الانت عم تعملها وقاية هي انك عم تطلب من فيسبوك ما بقى بدي انا كون مستهدف من قبل هيدا المعلن هلا على انستا كمانا في عندك هيا الله تطبيق في عندك انك تقدر تعمل هيدا الشي انك انت تطلب ما بدي كون مستهدف من هيدا المعلن مش معناتها بطا رح يخزن لك الداتا مش معناتها رح يبطل يوصلك اعلانات يمكن يصير يوصلك اعلانات بس مانا ماتشنج للانترست طبعا هي يعني هي العملية انت بس وقفت لهم انه اوكي ماني مهتم بهيدا الاعلان بس رح يجيك اعلانات اخرى عم نجرب نحصرها بس هي ما في مهرب انه نحنا الداتا تخزن تخزن في كتير ساتينجز فينا نعملون خلينا نطلع نبقى عليهم نحكي بحلقات تانية طبعا واذا منقدر هيك نتساعد معيك لنشوف step by step يعني اذا فينا نعمل على الفيسبوك ونفرجيهم للناس شو هنه الكلمات اللي بيطلعون لنا وين نعمل accept وين نعمل hide كذا كذا نمشي هيك يعني بالدور لنقدر نوصل للفكرة اللي كنت عن توصيلنا إياها اليوم إذا بدون يفوتوا على ما يستيق على صفحات عيم لفيديوز شرح مفصل بالفيسبوك of activity كمانا إذا بدك بركي حلق تجي من فرجي هيك بس اللي بهموا أكيد موجودين كل المعلومات عطول بعملهم بهمنا يطلعوا من عندنا كمان ومن عندكم طبعا thank you maya خويري خبيرة بالتكنولوجيا مشاهدين اللي هون وينتهي اللقاءنا شكرا لكم تحوروا أدمى فيكم مع بعضكم باي باي